ريا حقل الندى ماذا يحب الله تطرح في وسائل التواصل الاجتماعي دعوني بداية ورحب بفضيلة الشيخ سليم حبدي أهلا وسهلا بك شيخ ناجم وعطيبا مباركة أهلا وسهلا أستاذ رضوان مرحبا بك جزاك الله وكل خير نعم أيضا مشاهدي الكرام يمكنكم متابعة البث المباشر لهذه الحلقة عبر صفحة الشروق تي في وطرح أسئلتكم في تعليقات الأكيد أنني سأطلع على هذه الأسئلة لأطرحها على فضيلة الشيخ الشيخنا دخل علينا شهر شعبان لهذا الشهر فضائل كثيرة وربما حسنات يستطيع المسلم أن يكتسبها من خلال هذا الشهر الذي من خلاله نجهز أنفسنا لاستقبال شهر رمضان المبارك ماذا تقول عن شهر شعبان شيخنا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه في الحقيقة هناك في دهر الله تبارك وتعالى في مسيرة الإنسان هناك محطات تتفاضل أزمنتها أمكنتها أيامها شهورها وبين رجب المفضل من أشهر الحرم وبين رمضان الشهر العظيم هذا شهر يتغافل الناس عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأحب أن أصومه وما كان يعرف أن النبي يصوم شهرا كاملا غير رمضان وشعبان وبالتالي كيف يستعد فيه الإنسان أن يجعله مطية للعبور إلى رمضان بأن يكثر من الاستغفار بأن يصوم في هذا الشهر الاكثار من الاستغفار بمعنى أنه يفك القيود التي تقعده عن الطاعة هو يريد أن يستقبل شهرا هو موسم الطاعة والقروبات والعبادات بكل أنواعها معروف أن الذنوب أن الأوزار النسيئة تأسر الإنسان توبق الإنسان تثقل الإنسان فكيف يتخفف منها ليستقبل موسم الطاعة بكثرة الاستغفار بتمحيض القلب وتمحيصه في الابتعاد عن الذنوب في التفكر في خلق الله تبارك وتعالى في قراءة القرآن هذه المادة العظيمة التي ستكون هي مادة الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا تعريفه عند الله عز وجل كيف يعرف شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وليس الذي تصومون فيه أو كذا وكذا وبالتالي أهم شيء النبي سعاصم كان يعمره بالصيام وكان يعرف أن في هذا الشهر تطهر فيه النوايا أو تمحص فيه النوايا هناك ليلة في هذا الشهر ليلة عظيمة هي ليلة نصف من شعبان الله يجود بكرم عجيب وعظيم يجود على كل خلقه بالمغفرة والعفو والرحمة إلا لصنفين اثنين صنف مشرك هو لا يؤمن بالله وصنف كان بينه وبين صاحبه مقاطعة أو مصارمة أو مباغظة فيقول أنظروهم نعم معنى مكانة مهاتفية سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك الأخ أنا الأخت سلامك أنا الأخت حسنا من العاصمة أهلا وسهلا بك الأخت مرحبا بك تفضلي بسؤالك سلامك إذا ممكن عندي سؤالين تفضلي بسؤالك شكرا لك تفضلي شكرا سلامك سؤال الثاني عندي صديقة مفتلات رغم أنها نعرفها مليح ملتذبة والصلي ومداوي معنا أذكار الصباح والمساء بالصح كلما تخلق المصيبة بيضح في مصيبة واحدة أخرى تطلب نصيحة من فضيلة الشيخ نعم واضح سئلة الشيخ شكرا لك بارك الله وفيك شكرا لك على الاتصال تستمعين إلى أجابة شيخ شكرا لك على الاتصال جمعة مباركة نعم شيخنا نتكلم على قيام الليل فضائل أولا قيام الليل ونعرفه قيام الليل وربما الحسنات اللي يأخذها الإنسان إذا داوم على قيام الليل ونوضحه كيف تكون صلاة قيام الليل الوقت المضبوط لها كيف تفصل شيخنا شوف قيام الليل هي صلاة الرجال صلاة الكمل صلاة الذين ملأ الله وجوههم بالنور لماذا؟ قاموا إلى الله عز وجل فحث الله في وجوههم نورا فأصبحوا يرون بين الناس بشيء نور يشع واحدة اثنين أن الله مدحهم في القرآن الكريم في أكثر من الموضع والمستغفرين بالأسحار ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود فقيام الليل هو المدرسة العظيمة التي تجعل الإنسان لا يتصنع في كلام لا يتصنع في مناجات هو يخاطب الله عز وجل منزويا في مكان لا يراه فيه غيره يتوارى عن أعين الناس في وقت استسلموا إلى المضاجع والنوم فهو يقوم بهذه الهمة هؤلاء وفقهم الله عز وجل ويستحيل استحالة مطلقة أن الله يوفقهم للقيام بين يديه وأدعي وذكر ومناجات ثم يحرمهم النتيجة مستحيل وإنما الله يحب بقاءهم في ذات تلك الحالة في ترقب الفرج يحب منهم هذا لأن انتظار الفرج عبادة أخرى فربما السؤال هو قيام الليل في أفضل أزمينته اللي هو الثلث الليل الأخير كيف يعرف الثلث الليل الأخير ليس هو وقت ثابت كان نقوله عن ربعة عصبح ولا الخمسة ولا الزوج وإنما تقسيم الليل كله إلى ثلاث أقسام ثلاث أثلاث لهو من المغرب الليل عندنا يبدأ من المغرب لقوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل فالليل المغرب من المغرب من آذان المغرب إلى آذان الفجر هذا طوله تححل ساعات في الصيف قد يكون من الثانية إلى الرابعة فيكون ثلاث الليل حوالي على ثلاثة ولا عز وجل نص مثلا بالصح في الشتاء كما نحن الآن يبدأ من الخمسة ونص ولا من ستة المغرب إلى حوالي ستة فيطوال الليل فتقسيمه ثلاثا على ثلاثة فيولي ثلاثة وتلاثة أول الليل أوسط الليل وثلاثة الثلث للآخر هو آخر الليل فهكذا يقسم الليل كله يقسم على ثلاثة فهناك ثلث أول ثلث أوسط ثلث أخير هؤلاء الذين كما قال النبي شعشم لما سئل أي الدعاء أسمع قال ثلث الليل الأخير في جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات نعم نعم الشيخنا أيضا بالنسبة لنصيحة اللي طلبتها منك للأخت المطلقة اللي تقول لك إنها مبتلات ومن مصيبة إلى مصيبة كيف تتعامل مع حياتها الشيخنا والله شوف نحن عباد الله عز وجل أوجدنا الله خلقنا الله هو الملك يتصرف في ملكه كيف يشاء والله عز وجل لا يبتلي هذا في بدنه هذا في ماله هذا في ولده هذا في وظيفته هذه الشؤون الألوهية يفعل بخلقه ما يشاء وقلهم أنا أدخلتكم ولم أكلفكم ما لا تطيقون أدخلتكم امتحانات معينة أنا لا أطلب استشارتكم كم يستغرقوا معك الابتلاء ما هو نوع الابتلاء من أين يأتيك الابتلاء هذا لا هذا الإنسان يتلقى هذا الله عز وجل قال له هل أتى على الإنسان حين من الدهل لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نعم والليل والنهار والموت والحياة إنما وجدت للابتلاء وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم فالابتلاء يبتل الإنسان لكن يبقى الإنسان هل ابتلاءه هل الصحة والعافية والخيرات والغنى والسيارات وكذا هي علامة رضا من الله عز وجل أبدا هل مرض هل ابتلاء هل الأزمات والمشاكل هل هي علامة سخط من الله أبدا وإنما أعطاك هذا قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإلا كيف ابتلاء أيوب عليه السلام ابتلي ابتلاءات يعني شديدة مزلزلة هل فشل هل رصب في الامتحان ولا بقي سنوات ثابت يعلم أنه لا يكون شيء إلا إذا شاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله وبالتالي أي شيء يقع يكفي أن أعرف أنه قدر من الله عز وجل يكفي أن أعرف أن الله عز وجل يخبئ لي مع الأجر والثواب العظيم يخبئ لي فرجا قريبا ويقول لك اسبر واعلم أن الفرج مع الكرب واعلم أن النصر مع الصبر هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي هذه الأمور هي من الله تبارك وتعالى يكفي من الإنسان أن يستقبلها راضيا أن يتعامل معها كما أمر الله ألا يتسخط ألا يتشكى ألا يرمي باللائمة والشماع على أخطاء الآخرين ويعودوا لنفسه ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم لعلكم ترجعون شيخنا أيضا هذه السائلة تقول أنا عروس جديدة وأستخدم الأظافر الصناعية هل هذه الأظافر في هذه الفترة الأولى من زواجي تمنعني على الوضوء والصلاة بشكل صحيح هل يمكنها أن تحافظ يعني لفترة محددة بما أنها عروس جديدة تقول لك على استخدامها للأظافر الصناعية والله شوف الأظافر هذه إذا كانت فيها جاربية إذا كانت فيها جمالية إذا كان يرتضيها الزوج إذا كانت تزيد في حسنها ما هي العلاقة أولا نقولها إذا كان يترتب عليك غسل ونابع عنه الطهارة الترابية لهي التيمم سواء من وضوء الناقل للوضوء أو ناقل للغسل فالتيمم يجوز يعني حتى وجود الأظافر لكن إذا تعين عليك الغسل الدوش أو الوضوء فلا بد من نزعها بل نزع حتى حتى طلاء الأظافر هذا كنت نحى ما ينبغي أن تبقى الأصباغ الأصباغ اللي تمنع وصول الماء إلى البشرة إذا كانت سميكة نوعا ما مجسما أما إذا كانت دهون دهون لا بأس مثل الزيت ولا الحنة ولا كذا أما إذا كانت مجسما تمنع وصول الماء إلى العضو المغسول إذا كان وضوءا أو أي بقعة في البدن إذا كان غسلا فالغسل باطن وبالتالي لا بد من هذا إما إذا كان جاز لها أن تتيمم باعتبار أنها عروس في الليلة الأولى والليل الثانية يجب لها أن تتيمم أي كان الذي عليها ولا على أصابعها ولا على أضافرها نعم شيخنا هذا السائل يسأل يقول بالنسبة لسبغة سبغة شعر باللون الأسود للرجال هل يجوزوا هذا الأمر نعم يجوزوا في حالة ولا يجوزوا في الأصل الأصل أنه لا يجوز لماذا لأن الإنسان إذا كان جاوز الخمسين والستين وشاب شعرك كاذا تحاول تعود تردون تل السواد لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا شعر هذا وتجنبوا السواد لبابة أبو بكر الصديق رأسه مثل الثغامة هكا بياض هذا في عمره ثمانين وتسعين سنة كان جاوز المئة ورحوا تردون شاب تردون جان هذا ما تسبغ له تسبغه بأي شيء إلا البياض هذا لكنه كان تفل صغير في مقتبل عمر عشرينيات ثلاثينيات وأصيب بشيء شاب شعره هذا يجوز له صبغه بالأسود باعتبار أنه لا يعني لا يزور نفسه لا يسوق شبابه للآخر هو مزال شاب ولكن غزاه الشيب وهو يكره أن يرى عند النس بأنه كبر ولا كذا ربما مقبل على الزواج ولا كذا هذا في هذه الحالة يجوز والحالات أنه كبر في السن لا يجوز تغييره بالسواج نعم أيضا هذه السائلة تسأل تقول بالنسبة لاستخدام المواد التجميلية التي تزيل التجاعد من الوجه هل هي جائزة شيخنا نعم إذا كانت تزيل التجاعد تزيل التجاعد كأنها يعني تطبيب كأنها نوع من الأدوية يجوز لكن باعتبار ماذا لا تزور خلقتها لخاطب مثلا يريد أن يخطبها يتعاود روحها جميلة وكذا وصغيرة عملية جراحية لا لا يجوز عملية جراحية يجوز إذا كان إرجاع العضوي إلى أصله وليس تغيير الشكل تغيير الشكل لا لا يجوز أبدا الله عجلة خلق الإنسان أطوارا يتغير من طور إلى طور من مرحلة إلى مرحلة حسب السن وهذه قانون إلهي قال ومن نعمره ننكسه في الخلق نعم هي الشيخنا ربما تقصد إزالة تجاعد أيضا ربما تستخدم هذه الإبار من أجل نفخ الخدود نفخ الشوارب هل هذا جائز أم أيضا الشيخنا تغيير خلقة الله لا لا إذا كان هذا يعني يحببها إلى زوجها وما إلى ذلك كلها من الأمور الجائزة بعض الفقهاء بل كثير منهم أجازوا النمص اللي جاء ورد فيه حديث صحيح لعن الله النامصة والمترمصة ومع ذلك أجازوا هذا حرمه على العزباء أما المتزوجة إذا كان رجلها هو يحبها للأخر تروح تبدلهم والحديث ثابت صحيح لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمترمصة لكن قالوا إذا كانت متزوجة هي لا تخدع قوما آخرين وزوجها راضي بل هو يرغب في ذلك فإذا فعلت لم تغضب ربها وأرضت زوجها وبالتالي أجازه نعم شيخنا نعود إلى شهر شعبان نتكلم على الصيام في شهر شعبان هل الصيام في شهر شعبان يعني فضائل ذكرتها الشريعة الإسلامية نعم هذا النبي سعى صلى الله عليه وسلم قال النبي سعى صلى الله عليه وسلم قال هذا شهر يغفل فيه الناس عنه وأحب أن يرتفع عملي فيه وأنا صائم وفيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل لأنه رفع الأعمال على ثلاث مراحل على ثلاث مراحل ترفع رفع يومي ورفع أسبوعي ورفع سنوي رفع يومي كل يوم ترفع الأعمال في الفجر وفي العصر ويتناوب ملكان ويرفعون كيف وجدتم عبدي وجدناه يصلي وجدناه كذا ولا أخر يستقبل الأعمال وظيفة التكليف ويرتفع في الفجر كيف تركتم عبدي تركته كذا ويرتفع في الأسبوعي يوم الاثنين ويوم الخميس يرفع الملكان الأعمال ورفع سنوي للحصيلة السنوية كلها يوم نصف شعبان قال أحب أن يرتفع عملي وأنا متلبس بالصيام وأنا صائم وبالتالي الصيام النبي سعى صلى الله عليه وسلم اختار هذا الشهر كما لم يختر غيره قال عائشة تقول ما رأيته يصوم شهرين سوى رمضان وشعبان فكان شعبا قلنا بس عاصل قال يعني رغب في صيامه وقال إلا أن يكون فيه ونهى برك عن صيام اليوم الأخير إذا كان فيه تردد هل هو يوم الشك ولا غير يوم الشك اللي قبل رمضان فقال لا تصوموه إلا أن يكون في صوم يوم فليصومه هو كان من عدت يصوم الاثنين والخميس ولا كذا وصالف يوم الخميس يوم الشك أو يوم الثنين يصومه دون أي حرج نعود شيخنا إلى شهر رمضان تعرف أنه ككل عام بعض التجار عند دخول هذه المواسم موسم شهر رمضان العيد العيد الأضحى عيد الفطر تحتكر بعض السلاع ويرتفع في أسعارها نتكلم على هذه النقطة شيخنا هذا خلق مشين وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر خاطئ المحتكر ملعون ويعني ملعون أن هذا الذي يستغل حاجات الناس وأنهم يرغبون في سلع معينة فيشتريها ويخزنها ويكدسها والناس يبحثون عنها فإذا اشتد الطلب أخرجها كما سوق أو قانون السوق يعني طلب العرض فإذا اشتد عليها الطلب وفقدت أخرجها وفرض عليهم الثمن الذي هو يشترطه كما يشاء هذا إنسان يمتص لماء الآخرين هذا إنسان يستغل حاجات الآخرين وأن النسب طبيعتهم الدينية والدنيوية أن في رمضان يشترون يشترون المشتهيات يشترون ما يفرحون به وقت المغرب ووقت الإفطار صحيح ويستغلوا هذه الحالة فنرى أن الناس المفروض أن شهر الرحمة شهر المساواة شهر الرفق بالآخرين شهر الحبة آخرون لا يحولون هذه العناوين إلى مضامين سيئة شهر استغلال شهر أبتز ما في جيبه شهر أستفرغ ما في خزانته شهر أشده إلى بعض السلع والبضائع اللي أعرف أنه يرغب فيها فيروح يغلي أثمن على غير ما كانت عليه هذا استفرغ قلبه من الرحمة والرفق بالآخرين وتحول إلى هذا الإنسان هذا الذي لا يرى في الناس إلا جيوباً ودنانير ودراهيم أعوذ بالله هذا خلق مرفوض نعم هذه سائلة تسأل تقول حكم شيخنا التكلم مع الخطيب الذي لم تقرأ أو لم يكتب العقد الشرعي معها بعد هل تجوز أو يجوز تحدث مع الخطيب بالهاتف كلام الرجال مع النساء على ثلاث مراتب كلام المرأة مع رجل لا تعرفه أصلاً وهو يحكمها في الوسم ويتكلم معها وليس أمها تتكلم بشكل طبيعي الله عجل قل فقط ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي فيه تكلم كلام طبيعي يجوز إذا كان الخاطب أو السائل عن الزواج أو ما زالت في المشاورات وكذا يجوز أكثر من ذلك يجوز هو ليس رجلاً عادياً هو رجل يريد أن يرغب أن يرى ما يرغبه فيه كما هي أيضاً هذا يجوز تطوال الحديث معه لكن أيضاً يكون الكلام مضبوطاً معدنش الإسلام بوع بوع مخيف يمنع الأشياء هنا نقول لك الفقيه والإمام والدعي الذي لا 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 يجوز وهذه براني عليه وأجنبي وكذا يرى عند الناس بأنه هذا عالم هذا فقيه كما تكلمنا مرة في الغناء العالم والدعي اللي يقول حرام الغناء وكذا وكذا يرى بمقاييس الناس طبعاً العاديين العوام الناس يرى بأنه ما شاء الله هذا إنسان متدين ومحرر لكن إذا جئنا إلى الأدلة نحن قوم يحكمهم الدليل من كتاب أو من سنة أو ما قاله أستاذ الفقهاء إذا جئنا إلى الأدلة عوزهم الدليل عوزهم الدليل فالتحريم المطلق غير مقبول وغير معقول والإجازة المطلقة كأن الغناء وبعد غير تقوله يجوز آسف الشاب فلان وشاب فلان ويجيب لك قائمة والله ما نعرفها والله ما نعرف الشباب هذا شاب فلان وشاب فلان إذا تعرفهم أنت وكعيش معهم ولا عشت معهم من قبل هذاك شيء آخر فإذن الذي يريد يجوز أن يطوال بسح يسألون عنه شكون وانتو ما وانقريتي مثلا وانقريتي انتا واش تخدم واش هاك حاب داركم كيفاش دين فتيتوسع الكلام من الذي يمنعه الكلام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعليهن من التشديد ما ليس على الأخريات ومع ذا يقل ولا يخضعن بالقول تكلم كلام طبيعي أما إذا خطبها وعقد عليها فتح يعني فتح هذا يجوز أكثر من ذلك لكن أيضا يبقى في حدود حدود هذه حدود شرعية حتى يعطيك وليها بأبوها ويعطيك الأمانة ثم بعد شيء آخر أما قبل ذلك فلا صحيح نعم معنا مكلمة هاتفية سلام عليكم أهلا وسهلا بك الأخت مرحبا بك تفضل بسؤالك أنا فاطمة أهلا وسهلا بك الأخت فاطمة أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أخير دكتور قد يناس الشيخ قلت لك أنا عندي الزوج التاعي أهلا يعني عنده cannabis عنده واحد كان الحامل عنده ينبقى يصدق يقول اللي كل حطرة كل حاجة لا يخلف ويقول لي لكي حلفت لها ويقول اي وأي لي أي あ يقول لي لكي حلفت لها ويقول يصدق من لكي شخص لكي حلفت لكي أول المخلفت يقول من يحلف بسح يجب أن أتحرق بحركة تحرم لك ومن بعد المشكلة الآن؟ وذلك يأكيد في سكولة النهارات لأن أصلاً يمرض من هذا المحرام وكانت أخبرني الضرب وقعت وقت لها وقال لكي تساعد في الضرب ويتحلف في تورك لأن تحلف في تورك ويأتي عندي هو أنت متأكدة أنه عندك وسوية السور ومن ذلك يقول بلي على أساس أنه رح مطلقك وهو ليس مطلقك هو أنا أقول لي رمي تشغل تجابني هنا يا مدلها في وجهي مدلها كما نقول مدلش في وجهي أنا سأجابني وقعدت وقت وعيدت لي قال لي رمي تتمشي تنتي أنا حرف سورة صحة وشن سؤالك الآن أخت؟ أي كما حقا بحال كما حقا مني هل يقع التعلاق أو لا لا هكذا؟ هل يقع التعلاق أو لا لا شكرا لك بارك الله وفيك يعطيك الصحة شكرا لك على السؤال نعم استمعت القصة شيخنا الوسويس يعاني منه الكثير من الناس فيها عنده وسويس في الصناة في هذا النوع من الوسويس هل يقع التعلاق هنا وما هو الحل الذي تقترحه على هذه الزوجة كي تتعامل مع زوجها؟ مستوى الأول أن يكون هو يعيش حالة طبيعية وهي حالة طبيعية إنسان في عقله في كامل قوة العقلية وكذا إذا تكلم الكلام وكلامه الزوج إذا قال أنا درت أنا درت هو لا يعاني من أي شيء وأنا قلت أنا قلت ويتحمل مسؤوليته حلفتها على الطلاق ولا حلفتها على ما كذا ولا كذا إذا كان في شيء وختلفه يولي كلامهم في زوج سمعته أنت ولمسمعته قلت أنا قلتها لك وحلفت له كذا يولي كلامهم في زوج وندوم له الحكم أما إذا كان هو مصاب بهذا الشيء وفي الزاف يعني عنده مشكلة في الوسويس ولا في التركيز ولا كذا فهنا كلامه لا يؤخذ به إن شاء الله حتى تولي سمعتها سمعتها وتأكدت على بالهم باللي في زوج حينئذ يقعوا الطلاق ولا يقعوش حلفلها أما أما كلامه هذا فلا يعتد به وليس لا يترتب عليه حكم وما زلت العلاقة الزوجية لا العلاقة الزوجية مقدسة وأخذنا منكم ميثاقا غليظة لا تتلاعب به بعض السفهات أو التفهات من رجل أو امرأة لابد أن نبحث عن ألف سبب شرعي طبعا في بقاء الحياة الزوجية ولا نبحث عن أي فتوى تسارع لفك العلاقة الزوجية وهدم البيت أبدا اللي كان مصاب هذا وعرف عنه وهو يقول لنا شوية مرة ما نكونش في بالي ولا كذا وهي تحكم عليه فكلامه مرفوض نعم الشيخنا بالنسبة لهذه السائلة تسأل تقول فيه اختلاف نراه بين العلماء عن العمرة أو إعادة أو العمرة عني الميت إقامة العمرة عني الميت هل يجوز أني لما أعتمر على نفسي أن أعيد عمرة أخرى على شخص متوفي أو مسلم متوفي طيب عوش كون هذو الفقهاء اللي قالت لنا اختلفوا وما اختلفوش شيخ احنا كنا ما نروح للعمرة يعني نجد هذا الاختلاف بين الناس حتى هذا رأى الجواب من ضمنها يعني كأنني أستغرب القول الآخر العمرة قربة عظيمة جدا الإنسان كم ينفق فيها من المال كم ينفق منها من وقت بينما هي للساكنة هناك ربع سواء وتكملت يروح من الإنسان لأجل العمرة فيؤدي العمرة عن نفسه في اليوم اللول وبعدها إذا وجد من نفسه نشاطاً وقوةً يجيب عدة عمرات كما يشاء إلى كان يقدر في اليوم يجيب أكثر من عمرة يعاود يروح المسجد عائشة للتنعيم وينوي يحرم ويجي ويؤدي الطواف ما إلى ذلك توعيه وينويها إما من البداية اللهم نويت عمرة عن روح فلان كميت أو أخيها أو أبيها أو زوجها أو ما إلى أو قريبها وتنوي ويكون يعني تفرحه وهو في قبره يا رجل الناس اللي هم في القبور هذو الذي نودع لهم من أقاربنا وأبائنا يحتاجون إلى تسبيحة يحتاجون إلى حسنة ولو بوزن القرام وانت تقدر تملك وانت الأنفس تدخل وتخرج جبال من الحسنات ويحوس ماشي كيلوغرام قرام حسنة في ميزر الحسنات وتبخل عنهم ثم جاتك فرصة لعمرة وهي من أعظم القربات وتوصلها له في القبر يتشع نوراً وفصحة في قبره وفرحة وبركة وثواباً كيف؟ الإنسان اللي يقرأ القرآن الكريم عن الميت يقرأ يختم القرآن الكريم كله ولا سورة البقرة ولا كذا ويهديها إلى ميت يقول له لا لا كيف؟ نعم الشيخنا هذا السأل يسأل يقول تحصلت على جواز السفر من أجل الحج لهذا العام لكنني لا أمتلك المال هل يجوز لي أخذ مال الزكاة من أجل حج بيت الله الحرم؟ هو شوف مال الزكاة شيء وروح يحج به شيء آخر مال الزكاة أنت تستحقه إذا كنت محتاجاً إذا كنت محتاجاً مكش قادر مكش قادر في شؤون الحقيقة تدي مال الزكاة مال الزكاة بعد أن تأخذه باعتبار الزكاة أصبح ملكك أصبح ملكلك ماذا أصبح ملكلك أنت تخليه للحج والعمرة وما تصرفش به في أمور واحدة أخرى هذا حقك لكن تديه فقط من أجل الحج هذا لا لا نعم شيخنا فقط ربما هو حالته المادية مستطيع حالته المعيشية يعني عنده يعني يقدر يصرف على روحه على أولاده لكن أنه يخبأ مبلغ بقيمة الحج هذا اللي ما عندوش هل يجوز هنا أنه يستخدم مال الزكاة للحج؟ هذا هو سؤال بالتوضيح شيخ آه خلاص فهمتك هذا يأخذ حكماً آخر الله عزيزي قال لمن استطاع عليه سبيله الحج ليس واجباً عليك الحج ليس واجباً طالما أنك ما عندكش مال يوصلك إلى الله أن تأخذ مالاً كهدية كإحسان تحج بهذا نعم تأخذه بالزكاة اللي هو حق واجب على الغني يعطيه لك أنت حقاً لك ثم أنت تحول فقط أن احتجته أنت يعني استحققته لأجل الحج هذا لا هذا ليس لا أن يعطيك هدية إحسان يخلصتك حج عنده أجر عظيم نعم أن تأخذه الزكاة الزكاة غيره كأولى بها الزكاة لمن يقيمه أوده أو صلبه لمن يطفئ نار الحرقة يعني الجوع وليس على العطش وما إلى ذلك أما غيرهم فلا نعم شيخنا كسؤال أخير من أجل أن نفصلوا فيه بعض البنوك يعني يعني تقدم سيارات للجزائريين تكلموا عن الجزائريين بشكل خاص من أجل اقتناء هذه السيارات بالتقسيد كل بنك كيف يتعامل شيخنا أنا كمواطن أريد أن أقتني سيارة بالتقسيد ما هي الشروط المتوفرة التي حددتها الشريعة الإسلامية من أجل أن أقتني سيارة بالتقسيد شرط واحد فقط أن يعرف الثمنة مسبقا هذا الثمن سواء كانت سوا في المصنع ولا في شيء مبلغ هو الآن ذوكا البنك قال أنا هنشتريتها لك أنا نبيحها لك ميتين وعشرين مليون خلاص استفقنا سنين العقد قول لي ذوكا كم أعطيك بالأقصاد شا حنخلصك في الشهر وينتهي الأمر بعد ذلك اضيف لي أمور وحدة مختلفة وحدة أخرى مختلف فيها ولازم تدير تأمين شامل ولازم لو كان كش ما يتأخر زين تخلص عليها كذا هذا اللي تبعث الحرج في النفس شرط واحد أنتك نفس الشرط اللي كتروح تشري فريجيدار ثلاجة من حانوت تشريها ذوكا خمس ملايين تشريها بتقسيد خمس ملايين وسبعمائة هذي يجوز وهذي يجوز وخمس ملايين وسبعمائة خلصك أنا كل شهر نعطيك أنا هذي اللي نقدر عليها إذن يجوز نفس الشي بالنسبة للسيارة اضيف لي الشروط واحدة أخرى محرجة مزعجة الدخل الحرام دخلوا كأنك تدسه دسا في العملية لماذا؟ قول ليش حل ثمنها وقول ليش حنخلص لك بالتقسيد وعلى هذه جماهير الفقهاء على جوازها ومشروعيتها شكر لك شيخا على كل ما فصلته وكل ما أجسته في هذا العدد نلتقي بك إن شاء الله العدد المقبل لنتواصل دائما في الإجابة على أسئلة المتابعين والمشاهدين الكرام أشكركم على حسن الإصغاء وكرم المتابعة تقبل تحياتي وتحية أمير بدومي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر